بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم من خلال هذا الفيديو بالتعلم الأشعة والانسحاب لسنة الرابعة متوسط لهو بيام 2014 إذن لننطلق على بركة الله أبناء قال لاحظوا جيدا قال المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجنس OEG قال علم النقط A و B و C تابعوا جيدا هنا أبناء النقطة بنقطة كيف نعلم كل نقطة على هدى عندنا النقطة A انظروا نحن نعلم أبناء أن كل نقطة لا هدى ثياء X و Y X يكون على هذا المحور وهو محور الفواصل وال Y يكون على محور التراتيب تابعوا إذن كيف تتم العمل إذن هنا على X لاحظوا على X ناقص اثنان ها هي النقص اثنان على X انظروا ها هي ال X ال Y ناقص ثلاثة سوف نأتي هكذا نلاحظوا جيدا كيف تتم التعليم هل الثلاثة لا إنما ناقص ثلاثة معنا نعود إلى هذه الجهة ونقول في هذا المكان ونربط هكذا بخط خفيف جدا هكذا فتصبح لنا النقطة يا أبنائي النقطة A في هذا الموضع هنا تابعوا إذن ها هي النقطة نسميها A ثم هذه الخطوط نقوم بمحيها هكذا حتى تكون الأمور جدا واضحة تابعوا نأتي الآن كذلك إلى النقطة B ها هي النقطة B يا أبنائي إذن بعدما اكملنا مع النقطة A نأتي الآن إلى النقطة B النقطة B اللي هي أربعة انظروا ها هي أمامكم أربعة مع ماذا؟ مع واحد إذن أربعة مع واحد ها هي الأربعة إذن هنا على ال X أربعة والإقلاق كم واحد إذن تصبح في هذا الموضع لما نربط هذا مع هذا سوف نجد في تلك النقطة بالضبط إذن تصبح لنا النقطة B هنا ها هي النقطة B كذلك نقوم بعملية المحي هكذا حتى تكون أليكم حتى ترسم الأمور جدا واضحة ثم عندنا النقطة C اللي هي إثناني إثناني تابعوا ها هي الإثنان مع ماذا؟ مع أربعة نصعد هكذا نبحث عن الأربعة لما نجد الأربعة مع هذا الخط سوف يعطينا تقاطعهم ماذا يعطينا؟ يعطينا النقطة C إذن ها هي النقطة C بهذه البساطة المطلقة تابعوا الآن هذا ما نسميه تعليم النقطة على المعلم عندنا كذلك أبنائي الآن بعدما قمنا بعملية التعليم جاء سؤال آخر تابعوا قضية حساب الآن قاطي القيمة المضبوطة للطول A B إذن نقول القيمة المضبوطة المضبوطة للطول A B تابعوا جيدا هنا أبنائي إذن هنا ما علينا إلا استعمال قاعدة الأطوال التي هي تقول A B يساوي جذر هكذا أبنائي قد درستموه تابعوا جيدا النقطة بنقطة كي تتعلم نترك هذا الجذر هنا لأننا سوف نحتاجه مرة أخرى إذن تساوي لنا X النهاية XB XB ناقص XA مربع زائد YB ناقص YA الكل مربع الآن إحداثيات عندنا كل إحداثيات على حدة تصبحت A B يساوي XB هذه هي XB ناقص XA يعني 4 ناقص ناقص 2 الكل مربع هكذا زائد YB وهي 1 ناقص ناقص ثلاثة 1 ناقص ناقص ثلاثة الكل مربع يصبح A B يساوي ماذا يساوي يا أبنائي إذن نضع خط هكذا ونتابع نقطة بنقطة ولا نتعجل في الهساب تصبح لنا ماذا تصبح لنا هنا الناقص مع الناقص يا أبنائي أكيد سوف يعطي لكم في هذا المكان كليا زائد وهنا كذلك يصبح لنا زائد تصبح أربعة زائد إثنان أربعة زائد إثنان وهي ستة تصبح ستة مربع وهي ستة وثلاثون زائد هذا مع هذا وهي أربعة مربع وهي ستة عشر يمكن أن نكمل الحساب تصبح لنا A B 27 لو نلاحظ جيدا هنا أن هذا مع هذا يصبح لنا أربعة ركزوا جيدا إذن تصبح لنا 36 زائد ستة عشر إثنى عشر خمسة يصبح لنا اثنان وخمسون تحت الجذر هذه القيمة A B قال القيمة المضبوطة لأبي تابعوا جيدا هنا كذلك لو نريد أن نكمل هنا في الاستخراج قيمة من الجذر يمكن أن نقول تصبح تساوي لنا 52 في الأصل ما هي هي لو ندق جيدا هي 2 في 26 وال 26 ما هي ركزوا جيدا حتى تعلموا تصبح لنا 2 في 2 في 13 لأن هذه في هذه 26 وعشرون وعشرون في 2 تعطينا 52 معناها تصبح لنا A B يا أبنائي ماذا يستوي يستوي بما أن هنا 2 في 2 يمكن الخروج لإثنان من الجذر مباشرة تصبح لنا 2 الجذر 13 وعشرين هذه القيمة المضبوطة يا أبنائي لمن لطول A B تابعوا جيدا إذا A B نكتب الآن A B وجدناها أبنائي تصبح لنا 2 في الجذر 13 بوحدة الطول لم يقل سنتيمتر أو أي شيء إنما تبقى وحدة الطول فقط لو قال السنتيمتر لا استعملنا السنتيمتر الآن ها قد استخرجنا الطول A B بقيمة مضبوطة 100% نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعده قال علما أن A C إذن أعطي لنا A C ها هو الطول A C والطول B C ها هو الطول B C انظروا قال بين أن المثلث A B C قائم أولا نأتي الآن إلى الشكل نستعين بشأن الشكل أمره جد مهم A B C تابعوا جيدا A B C B ويظهر أكيد أنه قائم في أي نقطة لو ندقق هنا جيدا يظهر أنه قائم في النقطة B هنا يظهر أنه في هذا المكان توجد 90 درجة هنا يظهر أنه قائم الآن كيف نثبت ذلك أكيد لإثبات على المثلث أنه قائم من المطبق النظر العكسية لفتا هورس إذن نقول البرهان أن المثلث ماذا ما هو A B C قائم يا أبناء لم يذكر لنا هنا أين هو قائم يعني هنا علينا أن نقوم بحساب الأطول ومقارنة التربيعات حتى نعرف في أي نقطة هو قائم نتابع إذن ماذا نفعل يا أبناء نأتي بكل طول نقوم بتربيعه أول شيء إذن تعالوا نقوم بتربيع آه ب مربع انظروا سوف نربع لما نربع هذه القيمة يا أبناء ماذا تعطي لكم لي أن هذه القيمة لو نربعها هكذا نجعل هنا التربيع تصبح هذا مربع كم هو أربعة وهذا والجذر دائما لما يربع تذهب جذره مثلا إذا قلنا الجذر 13 مربع يصبح لنا 13 يعني يصبح فيه 13 يصبح لنا كم يا أبناء يصبح لنا 52 إذن آبي يصبح يساوي 52 انظروا هذا آبي آسي آسي مربع يصبح يساوي هذا لما نربعه ماذا يحدث للجذر يذهب مباشرة تصبح لنا 65 ثم نأتي إلى البي سي لما نربعه ربع هذه القيمة يا أبني فيذهب الجذر ماذا يبقى لنا 13 الآن هنا يعني بأبسط طريقة ما هو في رأيكم الأبعاد التي إذا جمعناها تعطينا الآخر أنا ألاحظ أنا ألاحظ أن لو نجمع هذا الطول مع هذا الطول سوف يعطينا هذا الطول معناه تصبح لنا هكذا 52 زائد 13 يساوي 65 نعم يعني في الأول جربوا بالأعداد ثم بعد هذا سوف تستنتجون هذه الأمور لهذا سميت نظري العكسي يعني بالأمر العكسي نلاحظ أن 52 هي A B مربع زائد 13 لمن لي هي B C مربع يساوي 65 تظهر هي A C مربع انظر يا أبنائي ها قد ظهرت ما هو الحرف الذي يذكر مرة في جهة واحدة هو B في جهة واحدة لم أقل في كل الجهات في جهة واحدة هو B إذن نقول تابع جيدا هكذا تقوم بالإجابة تقول حسب نظرية النظرية العكسية لفتغورس فإن المثلث ما هو المثلث A B C كيف هو يا أبنائي قائم في النقطة التي ذكرت مرة في جهة واحدة في A هل في A لا إنما في B بهذه البساطة فقط يا أبنائي ها قد تعلمنا يا أبنائي كيف نبرهم الآن بالحالة العكسية لنظرة في في الأول قموا بالتربيعات ثم انظروا إلى الأعداد بعد الأعداد انظروا إلى الأحرف فسوف تستنتجون ذلك بأبسط طريقة ممكنة الآن أبنائي سوف نأتي بعد ما أكمن مع طبيعة المثلث وقلنا إنه مثلث قائم في النقطة B سوف نأتي إلى السؤال أركز إذن سوف نقوم بما يسبر إذن لا نحتاج هذه الأمور لأن قد قضى سؤال لها انشئ النقطة A انظروا إلى هذا السؤال انشئ النقطة A صورة A بالانسحاب الذي شعاعه B C انظروا كيف تتم الإنشاء عندنا إذن شعاع B C ها هو يا أبنائي شعاع B C ها هو يظهر قال هو أوجد أو أنشئ سورة A بالانسحاب الذي شعاعه B C معنى هذا الشعاع B C يأتي إلى هذا المكان انظروا نقطة بنقطة حتى تعلم أبنائي إلى أبنائي ويقوم بنقل ماذا بنقل هذه النقطة هذه النقطة التي أريكم إياها تذهب عبر هذا الانسحاب إلى تصل إلى هذه النقطة هنا إلا أنه ماذا قال قال هي سورة A يعني هذه النقطة هذه النقطة A لما يقوم بعملة الانسحاب بهذا الشعاع بهذا الشعاع الأزرق تنسح فتصبح في هذا المكان إذن فتصبح النقطة ماذا النقطة A في هذا الموضع ها هي النقطة أبنائي A بماذا تحولت تحولت بواسطة هذا الانسحاب الذي شعاعه بس هكذا إذن النقطة هذه النقطة أقل تحولت إلى ذلك هذا ما نسميه يا أبنائي قمالية الانسحاب بأبسط طريقة معناه نأتي برسم شعاع هذا الشعاع أنتم لا تمكنوا أن تحركوا مثل ما أحركوا هنا إنما قموا بالمسطرة واجعلوا التوازي وقموا بعملة الإنشاء إلا أنه يبقى دائما هذا الطول هذا الطول أو هذا الشعاع بالدرجة الأولى هذا الشعاع يساوي لكم هذا الشعاع الأزرق تابعوا يساوينا هذا الشعاع الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال يا أبني سوف نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده قال أثبت أن المستطيل A B C E أو أثبت أن هذا الربع A B C E مستطيل سوف نقوم برسمي الشكل هنا أمامكم A B ها هو B C ها هو C E ها هو E انظر هذا الذي يظهر باللون الأسود قال أثبت أنه مستطيل تابعوا جيدا نقول إذن إثبات لاحظوا إذن هذا انتهى دوره وهذا انتهى دوره وهذا انتهى دوره إثبات أن إثبات أن أربعي A B C E كيف هو مستطيل نحن نعلم قبل أن يكون مستطيل يجب أن يكون متوزئ أثناء هذه لا جدال فيه نقول بما أن A E عفوا E يعني من هذه لاحظوا هنا بما أن E صورة A B الإنسحاب الذي شعاعه ما هو شعاعه يا أبني B C فإن ماذا هذه قاعدة فإن الشعاع B C يساوي A L هذه قاعدة معناها يصبح هذا الشعاع وهذا الشعاع كيفهم متساويا قلت هذا الشعاع هنا يمكن أن نضع رمز الشعاع هكذا أبني حتى تقول لماذا لم يضع الشعاع إذن هذا الشعاع أكرر هذا الشعاع وهذا الشعاع كيف يكون متساويان ليس متوازية إنما متساويان يعني كل شيء إذن إذن فإن الشعاع B C و A C بهذا الترتيب يعني يجب أن يكون الترتيب واحد بنفس الاتجاه ونفس المنحة إذن B C يساوي A E فإن A الرباع بالدرجة الأولى هذه قاعدة درستمها أن الرباع A B C E كيف هو هو متوازي أضلاع هذا هو الشرط الأول متوازي أضلاع الآن هذا متوازي الأضلاع انتهى دوره لكن و ماذا والزاوية ما هي الزاوية ابني انظروا إلى الزاوية ها هي والزاوية هذه الزاوية كيف هي قائمة انظروا ها هي الزاوية هذه أصبحت قائمة لأن المثلث A B C قائم في ماذا في B ومنه ومنه ماذا نقول الرباع A B C E مستطيل كل متوازي أضلاع فيه زاوية قائمة فهو مستطيل كل مهما كان فهو مستطيل بالدرجة الأولى لكن هنا يمكن أن يكون إذا كانت فيه زاوية قائمة يا أبنائي وفيه ذلعاني متجاورا متقسنش بهذا مربع هذا لا جدال في ذلك بهذه البساطة وأتمنى في الأخير أبنائي قد استفدتم من هذا التمرين ونرجو منكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كي نكمل المسير وزروا صفحة اللي هي صفحة فيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته